اختتمت منصة مسند للتحقق من الأخبار بالتعاون مع المنظمة الوطنية الإعلاميين اليمنيين صدى دورة تدريبية متخصصة في التحقق من الأخبار الدورة استهدفت ثمانية عشر متدربا من الصحفيين وطلاب الإعلام استمرت لمدة خمسة أيام متتالية وركزت على تزويد المشاركين بمهارات التحقق من الأخبار المضللة والزائفة وكيفية استخدام أدوات الذكال الاصطناعي في ذلك وشدد مدرب الدورة أحمد الأشول على أهمية استخدام الأدوات التي تدرب عليها وتطبيقها في العمل الصحفي اليومي لمكافحة انتشار المعلومات المضللة وحماية الجمهور من آثارها السلبية نحن اليوم اختتمنا دورة التحقق من الأخبار في المصادر المفتوحة التي نظمتها النظم الوطني العامي اليمني صدى ومنسات مسند للتحقق من الأخبار والتي من خلالها قدمنا أدوات ومنهجية تدقيق المعلومات في الشبكة العربية لتدقيق المعلومات وأيضا المصادر المفتوحة وما أيضا ما يجب أن يتعلمه الصحفي في تدقيق الأخبار وفي أيضا تتبع الأخبار المضللة ورصدها بسم الله الرحمن الرحيم معكم سارة محمد أحد المتدربين في دورة التحقق من الأخبار التي نظمتها منصة مسند بشراكة أيضا مع منظمة صدى للإعلاميين في اليمن هذه الدورة تصلت نطوع على التحقق من الأخبار وأهمية تغصي الخبر من مصدره الصحيح ولا نتبع الشائعة فتعلمنا على الأكيد عدة طرق وكيفية البحث عن المعلومة الصحيحة بأسهل طرق ممكنة بإذن الله نستفيد من هذه الدورة على أرض الواقع ونطبقها ونفيد ونستفيد لكل من حولنا شكرا جزيلا كانت دورة رائعة ومتميزة في مجال التحقق من الأخبار في الوقت الذي تنتشر فيه الإشاعة والأخبار المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت الدورة رائعة ومتميزة في التدقيق بحيث نحن نبحث في فيسبوك والأخبار المضللة في يوتيوب في كل المواقع التواصل الاجتماعي